تركت مروة المدرسة قبل أن تحصل على الثانوية واضطرت للعمل كبائعة في أحد محلات الملابس الجاهزة وشاء قدرها أن يرسلها صاحب المحل إلى تاجر كبير كي تستلم البضاعة الجديدة لكن التاجر ما إن وقعت عيناه عليها حتى أصابه الهوى ووقعت في نفسه وقلبه فقرر الحصول عليها مهما كلفه الأمر التاجر يبلغ من العمر خمسين عاما وهو من أسرة معروفة ولديه زوجة تصغره بعشرة أعوام وعنده ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر وعشرين عاما وبنت واحدة في الرابعة عشر من عمرها وهو يسكن في أرقى أحياء القاهرة وقد قرر الرجل أن يحصل على مروة بأي ثمن فبدأ رحلة الالتفاف عليها ومحاصرتها بدأت خطوته الأولى بزيارتها في المحل بحجة أنه كان مارا من هناك ثم همس في أذنها أن تحضر إلى مقر الشركة لأمر هام وحين جاءت إليه سألها كم يدفع لك صاحب المحل من أجر فأجابت ألف وخمسمائة جنيه فرد على الفور أنا سأدفع لك ستة آلاف وتعملين هنا سكرتيرا وافقت مروة على الفور ولم تمضي أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة اسمعي يا بنت الحلال أنا أريدك زوجة على سنة الله ورسوله لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي لا يسمحون لي بإعلان هذا الزواج لذلك سيكون الزواج عرفيا بعقد وشهود وسأخصص لك شقة لم تحلمي بها بعمرك وقبل أن تطلب منه مهلة للتفكير قدم لها خاتما من الماس وعقدا ذهبيا ففرحت كثيرا ثم سألته ولكن ألن تخطبني من أهلي فأجاب والدك رحمه الله وأمك لا تمانع لكني لا أريد أن يعلم أقاربك بالأمر لأني أريد الأمر سرا عاشت مروة معه وكان يحضر إلى بيت الزوجية السري في النهار فقط وبشكل غير منتظم أما الليل فقد كان يمضيه مع أسرته الأصلية وبعد مرور سنة بدأ الفتور يسود العلاقة ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك تحول الفتور إلى نفور ثم فوجئت به بعد مشادة بينهما يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها ثم يعطيها عقد الشقة ويقول لها إن عقد إيجار هذه الشقة سينتهي بعد شهرين وعليك أن تتدبر أمرك بعد ذلك كانت الصدمة قاسية على مروة فقد كانت تظن أن الشقة من ضمن أملاكه وهكذا وجدت نفسها مطلقة تعود إلى منزل أمها بتعويض مالي صغير تفضل به عليها دفعا للمشاكل والخلافات شعرت مروة بخيبة أمل كبيرة وندمت على ما فعلت ولم تجد أمامها إلا التوبة والعودة إلى الله فهو وحده القادر على أن ينسيها كل ما مر بها وأن يعوضها عنه كل الخير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون فتاة صالحة تقية وعلى قدر كبير من الجمال وهي أكبر أخواتها الثلاث توفي والدها وتولت أمها تربيتها هي وأخواتها تقدم لخطبتها الكثير من الشباب لأخلاقها وجمالها وبالفعل تمت الخطوبة وعقد القران لشاب تتمناه أي فتاة وقبل الزفاف بأشهر أصيبت والدة الفتاة بجلطة تسببت في شللها وأقعدتها عن الحركة وأصبحت عاجزة تماما حتى عن الكلام وكانت هذه الفتاة تقوم بخدمة أمها تطعمها وتسقيها وتعتني بها واتفقت مع خطيبها على تأجيل موعد الزواج بسبب ظروف أمها ومع استمرار معاناة الأم سألت الفتاة نفسها إن أنا تزوجت الأهل من سيقوم برعاية أم من بعدي؟ خاصة وأن أكبر أخواتي في العاشرة من العمر وبعد تفكير لم يطل قررت أن تعيش لخدمة أمها ورعايتها وابتغاء مرضاتها وطلبا للأجر من الله لذلك طلبت من خطيبها فسخ الخطوبة والطلاق وقامت بإعادة المهر وكل الهدايا التي أهداها بها وعاشت في خدمة أمها وكلما أحب أحد مواساتها كانت تبتسم له وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ومرت الأيام والشهور والسنين وحانت لحظة فراق أمها بعدما أنهكها التعب والمرض فنطقت أمها بعد صمت نام عشرين سنة وقالت لابنتها أبشر يا حبيبة بالجنة والله لن يضيعك الله أبدا وسيعوضك خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعد أن فارقت الأم الحياة بأشهر قليلة تقدم للفتاة رجل أعمال صالح فوافقت عليه وتزوجته وبعد تسعة أشهر من الزواج أنجبت توأما بفضل الله ونعمته وعوضها الله خيرا مما فقدت أوصتهم الأم بتقوى الله ودائما تقول لهم من فقد الله فما وجد من شيء ومن وجد الله فما فقد من شيء وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الصحابي ضرار بن الأزور أو الفارس عاري الصدر كما يطلق عليه كان شاعرا كبيرا في الجاهلية والإسلام وكان من الأثرياء إذ كان له ألف بعير وبالرغم من أنه دخل إلى الإسلام بعد فتح مكة إلا أنه أظهر شجاعة وبأسا شديدا في الفتوحات الإسلامية وكان الرسول يحبه ويثق به وبعد وفاة الرسول شارك ضرار في حروب كثيرة ففي معركة أجنادين هجم على جيش الروم وحده وأخذ يضرب فيهم يمنة ويسرى ولم يستطيع إقافه فخرج أبطال الروم وقادتهم إليه يهاجمونه واحدا بعد آخر وهو كالهرم الشامخ لا يتزحزح حتى إذا أراد الرجوع تبعته كتيبة كاملة من جيش الروم بثلاثين مقاتلة تحاول القضاء عليه وهنا خلع درعه من صدره ورمى الترس من يده وخلع قميصه فزادت خفته وقوته وانطلق إلى الكتيبة الرومية فقتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون فانتشرت أسطورة في جيش الروم عن الشيطان عاري الصدر ثم وصل درار إلى قائد الروم وردان وعندما شاهده عرف من تلقاء نفسه أنه الشيطان عاري الصدر ودارت مبارزة قوية بينهما فاخترق رمح درار صدر وردان وأكمل سيفه المهمة وعاد برأس وردان إلى المسلمين عندئذ انطلقت من معسكر المسلمين صيحات الله أكبر لقد فتحت لك يا درار أبواب الجنة وفي معركة مرج دهشور برز درار كالنسر ينقض على الأعداء فاعترضه بطريق الروم بولس وكان يود أن يثأر لوردان وبدأت المعركة بينهما فتمكن سيف درار من رقبة بولس وقبل أن يقتله نادى بولس يا خالد دعني من هذا الجني واقتلني أنت ولا تدعه يقتلني فقال له خالد هو قاتلك وقاتل الروم فهوى سيف الضرار على عنق بولس ليلحقه بصديقه وردان وفي معركة اليارموك كان أول من بايع عكرمة رضي الله عنه على الموت في أربعمائة من أبطال المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قتالا شديدا وقلبوا هزيمة المسلمين الوشيكة إلى انتصار وفي معركة اليمامة نذر نفسه وحمل روحه على كفه من أجل الجهاد وقاتل قتال الأبطال وكان مثالا للتضحية والفداء حتى قطعت ساقه في هذه المعركة وبالرغم من ذلك لم يتوقف عن القتال فكان يقاتل على ركبتيه مناضلا بما يستطيع وقد نجى بإصابته ولكنه مات بعدها بفترة في منطقة غور الأردن أيام طاعون عمواس وقد دفن هناك وسميت المدينة باسمه وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير في مدرسة إعدادية خاصة عادت فتاة صغيرة من المدرسة وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن فسألتها عن سبب حزنها فقالت لها أمها إن معلمة التي تشكو دائما من صداع في رأسها وتغضب كثيرا بدون سبب هددتني بالطرد من المدرسة بسبب ملابس طويلة التي أرتديها لأنها لا تريد أن تراني بها قالت الأم ولكنها الملابس التي يريدها الله يا بنيتي المعلمة لا تريد والله يريد فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي خلقك وصورك في أجمل صورة وأنعم عليك بالنعم الكثيرة أم تطيعين معلمتك وهي مخلوقة مثلك لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر قالت الفتاة بل أطيع الله عز وجل وفي اليوم التالي ذهبت الفتاة بالثياب الطويلة وعندما رأتها معلمتها أخذت تأنبها بقسوة فلم تستطع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب المصحوب بنظرات صديقاتها إليها فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء ثم قالت لمعلمتها كلمات كبيرة في معناها قليلة في عددها والله لا أدري من أطيع أنت أم الله أطيعك أنت فأرتدي ما تريدين وأعصي الله أم أطيعه لأرضيه وأعصيك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إنني سوف أطيع الله سبحانه وتعالى وليكن ما يكن حتى وإن تم ترضي من المدرسة ولكني أنصحك أنت لوجه الله أن ترتدي الحجاب والملابس الطويلة حتى يرضى الله عنك ورسوله الذي أوصانا بما أقوله لك عندما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بعد أن اختارت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الله الواحد القهار ونصحت معلمتها أصيبت المعلمة بذهول شديد وظلت في صمت طويل دون تعليق ثم طلبت من التلميذة أن تحضر أمها في الغد وفي الصباح جاءت الأم وفي تفكيرها إعطاء المعلمة درسا قاسيا وإذا بالمعلمة تقول لها لقد وعضتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي رغم دراستي للتربية وأخذ قسط كبير من العلم فتحية لك يا من زرعت في ابنتك حب الله ورسوله والله لقد أثرت ابنتك فيه كثيرا حيث عدت من المدرسة بالأمس أبكي وأنا في صلاتي وعاهدت الله أن ألتزم بأوامره ولا أعصيه أبدا وطلبت منه أن يغفر لي تقصيري ويثبت قلبي على دينه وبعد اتزام المعلمة وارتدائها للحجاب والملابس الطويلة وعمل كل ما يرضي الله عز وجل شفيت تماما من الصداع الذي كان يلازمها طوال اليوم وتقدم لها أكثر من خطيب وبعد أن تزوجت كانت دائما تقول لتلميذتها كم أنا أحبك يا من غيرت حياتي تماما بفضل الله وبفضل تلبية أوامر الله عز وجل دون خوف من غضبي أو عقابي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اخبر validated شكرا مهلا شكرا مهلا شكرا شكرا